اشتركوا في القناة مع الرغم من كل التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة في خضم هذه الازمة تحققنا كل معدلات التنمية اللي كان العالم كله بيشهد بيها واليوم الحقيقة طبعا احنا في يعني اليوم الاربعتاشر من ازمة جديدة وهي الازمة الروسية الاوكرانية اللي النهاردة بقت يعني تدعيتها على مستوى العالم كله والنهاردة العالم كله بقى بيشهد حجم كبير جدا من الاثار السلبية والتحديات اللي بالتأكيد انعكست علينا ايضا في مصر والحقيقة يمكن احنا لو ناخد بالنا الاقتصاد العالمي عمالي عدي الحقيقة بعدد كبير جدا من الازمات يمكن من 2008 وكل ما بنقدرنا يتعافى من ازمة بتيجي وراها ازمة اخرى ويمكن احنا كنا يعني يا دوبك لسه بنخلص من ازمة كورونا وحدثت بعدها ازمة التضخم واضطراب سلاسل الامداد واللي شفناه يمكن كلنا وشاهدناه اعتبارا من اخر العام الماضي وبداية شهر يناير هذا العام وكان هناك اضطراب شديد في الاسواق وارتفاع اسعار السلع العالمية بسبب التضخم وموضوع مشكلة الامداد وارتفاع تكلفة الشحن ويعني يا دوبك لسه احنا في خضم هذا الموضوع ودخلت الازمة الروسية الاوكرانية لتلقي بزلالها على كل دول العالم مش فقط على الدولتين اللي فيهم الازمة وبالتالي النهاردة احنا بقينا قدام موجات تضخمية كبيرة جدا اللي اتكلم عليها كل الخبراء العالميين يعني صندوق النقد الدولي اتقال ان النهاردة التأثير كبير جدا حيكون على اقتصاد العالم والاسواق المالية وتدعيات على كل البلدان رئيس البنك الدولي والحقيقة كنا لسه في حديث الاسبوع الماضي معاه كان بيتكلم ان الازمة اللي موجودة النهاردة حتكون جاءت في وقت سيء جدا للعالم لان كان التضخم بالفعل اخذ في الارتفاع على مستوى العالم وده زاد الموضوع بصورة حادة جدا بسبب هذه الازمة النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الازمة ربعمائة مليار دولار على مستوى العالم النهاردة وابتدت كل المؤسسات بتقول ان التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا الكلام ده ابتدت لهجة تشاؤمية وان بالعكس الاقتصاديات العالم حتشهد مشاكل كثيرة جدا وابتدت حتى كانت الفكر ان ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي حتبقى مؤقتة ابتدت كل الخبراء بيقولوا ان الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح ان هو يزداد وبالتالي النهاردة بس عشان نعرف اللي بيحصل في العالم الدول العظمة والكبرى الولايات المتحدة الامريكية وصلت نسبة التضخم فيها سبعة ونصف في المية اوروبا ومنطقة اليورو ستة في المية نسبة التضخم ودي ارقام لو نخب بالنا ان هذه الدول كان معدل التضخم فيها لا يتجاوز الواحد او اتنين في المية فمعنى كده ان التضخم فيها زاد تلات اضعاف في فترة بسيطة جدا الكلام ده طبعا ادى الى قفزات سعرية حادة جدا خلال الاربعتاشر يوم اللي فاتوا على مستوى العالم كله في كل السلع الاستراتيجية انا حدي بس مثل بسيط الامح على مستوى العالم زاد تمانية واربعين في المية تمانية واربعين في المية زيادة بحوالي مئة دولار يعني اكتر من مئة دولار فقط عالطن خلال الاربعتاشر يوم دول الدرة تلاتين في المية زيادة فول الصوية اللي بيدخل في الزيت زيت الطعام اربعة وعشرين في المية زيادة السكر سبعة في المية اللحوم المجمدة احداشر في المية زيادة الدواجن على مستوى العالم انا هنا بتكلم على ارقام على مستوى العالم عشر في المية طبعا البترول الارقام قفزت خمسة وخمسين في المية فقط في الاربعتاشر يوم اكتر من خمسة وتلاتين دولار زادوا في اربعتاشر يوم فقط قفزات عمر ما العالم شافها من عشرات السنين وبالتالي طبعا ده ده بالاضافة الى تكلفة ارتفاع تكلفة الشحن اللي كانت موجودة بالفعل قبل الازمة وتفاقمت كمان بعد الازمة كل ده بطبيعي جدا كان يخلي ان مصر بتتأثر بهذا الموضوع زيها زي كل حتة في العالم ولكن يمكن احنا عشان كده انا بأكد ان احنا بالفعل احنا فيه تأثر بسبب هذه الازمة الكبيرة شأننا شأن باقي دول العالم ولكن ليه لان احنا خمسة وتلاتين في المية من التضخم اللي بيحصل في مصر مستورد من الخارج يعني اي تضخم بيحصل نبقى عارفين ان خمسة وتلاتين في المية منه بسبب اللي بيحصل لنا من الخارج ولكن لما جاء قارن وعشان بس يمكن انا عارف واحنا مدركين تماما الشكوى اللي اللي ابتدى المواطنين يكلموا فيها بسبب زيادة وغلاء بعض الاسعار لكن خلينا نتكلم ان احنا نعي تماما هذا وندرك والحكومة يمكن من من اول لحظة من اول لحظة بان هذه الازمة ومن قبلها من بدء موجب التضخم اللي كانت موجودة قبل الازمة الروسية الاوكرانية كنا بالفعل احنا كدولة وكحكومة بنشتغل على مدار الساعة ان الدولة هي تحاول انها تمتص اكبر قدر ممكن من التأثير السلبي لموجات التضخم وخلينا اقولها بمنتهى الامانة والشفافية للمواطنين دول كثيرة اخرى بتحمل الزيادات دي كلها مباشرة على المستهلك وعلى المواطن وعشان كده يمكن بس ادي مثل ان سعر البترول زاد مية في المية في دول اوروبا في خلال الاربعتاشر يوم لان يمكن سياسات الدول دي انها بتحمل اي زيادة في اي اسعار لاي سلع على المواطن مباشرة انما احنا نعي تماما ان ظروف مصر مختلفة عن الدول دي وبالتالي دائما بنحاول نراعي البعد الاجتماعي وعشان كده كان دايما تنسيقاتي مع وزرائي في المجموعة الاقتصادية وعلى الاخص معالي وزير المالية ازاي ان احنا نستوعب باكبر قدر ممكن الاثار التدخمية احنا كدولة ويبقى بنحمل المواطن جزء يسير من هذا الموضوع ودي سياساتنا كحكومة وحتفضل هي دي اللي موجودة اذا طول ما احنا قادرين والدولة قادرة ان شاء الله انها تستوعب باكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة اللي موجودة وفي ضوء الاحتياطيات احنا بنحاول نشيل عن المواطن عبق هذه الاثار لكن هيحصل زيادات بالتأكيد حتحصل زيادات ولكن هي الفكرة كلها نسبها قد ايه في مقابل الزيادة الفعلية اللي بتحصل في العالم واللي جاي على الدولة المصرية يعني قدي مثل بس فقط احنا عشان نبقى عارفين سعر الدي ايه الناس بتشتكي قبل الازمة كان زاد تسعة في المية لكن بعد الازمة زاد سبعتاشر لكن برا زاد تمانية واربعين في المية مرة واحدة فاحنا ما زلنا حتى مع الزيادات اللي موجودة احنا اقل تقريبا بالنص للزيادات اللي حصلت على مستوى العالم نفس الكلام بيحصل في الزيت وفي السكر احنا ما زلنا كدولة مصرية ما زالت الزيادات اللي بتحصل سواء عشرة في المية بالنسبة للزيت ما زال اللي حصل برا 32 في المية فاحنا الارقام اللي احنا بنحاول بقدر الامكان وده اللي احنا بنقوله ويمكن زملاء الوزراء هيتكلموا عليه بالتفصيل احنا بنحاول كدولة وكحكومة في دوق الامكانيات والقدرات نستوعب جزء كبير من التضخم علينا في موازنتنا ويبقى فيه جزء على المواطن بعد كده نفس الكلام الدواجن واللحوم ويمكن الدواجن وانا بنقولها بمنتهى الامانة يمكن هي فعلا اللي زادت زيادات اكبر من الزيادات اللي حصلت في السوق العالمي ويمكن عشان كده كان فيه نقاش مع معالي وزير الزراعة على زي مع اتحاد الدواجن وعلى البيض وعلى ارتفاع الاسعار هنبدأ نستوعبه الزي في الفترة الجاية وحصلت نقاشات مع الغرف السلع الغذائية عشان نضمن ونؤمن هذه السلع وبالاسعار العادلة والمقبولة مش ان يبقى فيه اي نوع من المغالاة احنا كدولة بنعمل ايه الحقيقة احنا شغالين على من اول لحظة ودي كانت ويهاد فخامة الرئيس من ساعة تشكيل هذه الحكومة احنا عايزين دايما يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن من 3 الى 6 شهور في السلع الرئيسية وده الحمد لله اللي خلانا في هذه اللحظة واحنا موجود في عزة هذه الازمة وقابليها ازمة كورونا الدولة والمواطن المصري ما حسش باي يعني نقص في اي سلع احنا كنا بنشهد كلنا في التلفزيونات العالم في دول متقدمة المواطنين واقفين طوابير على السلع الرئيسية احنا الحمد لله وبعون الله وان شاء الله ده اللي حيستمر المواطن في اي مكان حينزل في اي حتة حيلاء السلع موجودة وعشان كده انا بقولها للمواطنين مفيش داعي ان احنا نكتنز ونخزن لان كل ما هتشتري هنلاقي تاني يوم هتلاقي الحاجة موجودة على الارفوف تاني الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائد من الاحتياطيات وده الحقيقة مش شغلنا كدولة فقط وهنا يمكن انا دايما بقول الدولة الدولة الحكومة مع القطاع الخاص مع كل العاملين في هذا الشأن بيبقى فيه دايما تنسيقات على هذا الموضوع عشان كده احنا كان عندنا احتياطي الحمد لله اربعة اشهر من الامح النهاردة لان النهاردة تواردت على مستوى العديد من وسائل العالمية طب مصر هتعمل ايه باعتبرها انها اكبر مستورد للامح وخليني هنا اكد ويمكن معالي وزير التموين هيقولها احنا النهاردة عندنا اربع شهور رصيد وبالتالي انا مش محتاج انزل اشتري لمدة الفترة القادمة اي شحنات اضافية كدولة وكحكومة في الاساس الاهم كل سنة وانتوا طيبين جميعا من الشهر القادم من منتصف ابريل حيبدأ الجني الامح المحلي وانا بطمن كل المصريين مش هيبقى ان شاء الله عندنا اي ازمة خالص ولا حنحتاج ان احنا نلجأ الى السوق العالمي لغاية نهاية هذا العام انا هنا بتكلم على الاحتياجات الاساسية اللي تخص رغيف العيش بتاع المواطن احنا كدولة مصرية لن يكون لدينا اي ضغط ان انا نزل مع تزايد الاسعار الكبيرة اللي حصلت ان انا اخد اي شحنات لان باذن الله هيبقى عندنا الرصيد اللي يكفيني لنهاية عام 22 احنا توسعنا في المنافذ عشان نوفر كل السلع لكل الناس باسعار منخفضة نسبيا ويبكن كان فيه اجتماع بارح اول اجتماع للجنة الازمة اللي تم تشكيلها عشان متابعة زي ما كان عندنا لجمة لكورونا بقى عندنا لجنة لمتابعة الازمة الروسية الاوكرانية وان اجتماعنا مع كل الوزراء المعنيين هذه المرة وشددنا على الرقابة على الاسواق لمنع تخزين السلع او اخفاقها اجتماعنا مع الغرف التجارية عشان نضمن ان يبقى السعر اللي موجود هو السعر العادل وبأكد عليها ما يكونش هناك مغالاة ولا استغلال للظروف ان يكون هناك مغالاة في الاسعار ولكن ايضا يمكن عشان ده كان برضو نقطة مهمة ان احنا كل سنة وكل مصر كلها والعالم الاسلامي بخير احنا داخلين على شهر رمضان وكان المخطط ان نبدأ معرض او كل الاحتفاليات والمعارض الخاصة بأهلا رمضان اللي بتشهد يعني توفير السلع بأسعار مخفضة كان اللي احنا المفروض هنبقى على يوم 24 ان شاء الله ولكن مع السيد وزير التموين تم الاتفاق ان احنا هنبدأ اعتبارا من الاسبوع القادم نهاية الاسبوع القادم في المحافظات ثم في القاهرة الكبرى بحيث نبدر حتى توفير هذه المعارض للمواطنين عشان ياخدوا السلع بأسعار مخفضة ان شاء الله وحتبقى موجودة طوال شهر رمضان احنا زي ما بأكد مرة اخرى ان احنا حتى موضوع الامح احنا النهاردة صحيح ان كنا في وقت من الاوقات يعني انا عايز بس اقول حاجة مهمة جدا ودي كان نقطة استباقية ويمكن دي كان عدد كبير مواطنين كان بيسأل دايما انتو بتعملوا المشروعات القومية الضخمة دي ليه انتو راحين عمالين تقولوا احنا بنعمل استصلاح لاتنين مليون فدان وبنطور وبنعمل وبنصرف مئات المليارات ده حقيقي لكن خلينا النهاردة ودي كانت يعني رؤية القيادة السياسية ان احنا كل ما نبقى قادرين على توفير باكبر قدر من الامكان احتياجاتنا الذاتية كل ما حنبقى مؤمنين ضد هذه المخاطر العالمية احنا السنة اللي فاتت كان النسبة اللي كانت منزرعة من الامح كانت تلاتة واثنين من عشرة مليون فدان السنة دي تلاتة وستة من عشرة مليون فدان يعني زاد ربعمائة الف دي كلها غالبيتها في الاراضي الجديدة للدولة استصلحتها واللي كانت توجهات سيادة الريس نصارع الزمن في الاسراع بدخول هذه الاراضي لخدمة وانها تزرع فاحنا النهاردة بقى عندنا ربعمائة الف فدان جداد النهاردة اضافوا على رقعة زراعة الامح وبدل ما كنا بنستهدف ودي ممكن النهاردة حيتكلم فيها السادة الوزراء احنا كنا سنة اللي فاتت كنا قدرنا نجيب 3.5 مليون طن قمح من السوق المحلي كانت الخطة قبل الازمة ان احنا نستهدف 4 مليون طن لكن النهاردة ناقشنا كحكومة ان احنا ان شاء الله لن يقل واستهدفنا من السوق المحلي من مجموعة من الحوافز اللي هتعلن في خلال الايام القليلة القادمة ان احنا نستهدف ان احنا نجيب من السوق المحلي ما بين 5 الى 5.5 مليون طن عندنا القدرات التخزينية ليهم من خلال مشروع الصوامع اللي برضو كانت القيادة السياسية والدولة قالت لازم نتوسع في حجم الصوامع اللي موجود عشان نؤمن أكبر رصيد من الأمح عشان نخزنه هو والسلع الرئيسي فالسنة دي أنا بقولها إحنا الحمد لله مزروع ثلاثة وستة من عشر وإن شاء الله السنتين القادمين حيشهدوا دخول أكتر من مليون ونص فدان تانيين فلنا أن نتخيل أن بإذن الله مصر ماشي بخطة قوية جدا ووافقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتنا من السلع الرئيسية عشان نشوفنا هون نهاردة الأزمة الكبيرة للعالم كل واقع فيها فكل ما هيبقى عندنا القدر على تأمين احتياجاتنا الزيتية كل ما حنبقى فيه مأمن من أخطار الزيادات اللي بتحصل على مستوى أسعار في العالم كله إنما إحنا لم نتوقف صحيح إن كنا قبل كده المصدر الرئيسي للأمح بيجي من روسيا وأوكرانيا ولكن إحنا بالفعل بدأنا خلاص النهاردة بننوع كل أماكن اللي حتبقى لاستيراد الأقماح في الفترات المستقبلية وده بالفعل موجود ويمكن من دول أخرى عديدة إحنا بناخد وبالتالي إحنا بنؤمن دائماً أن يكون عندنا أكتر من مصدر للأقماح مش فقط تبقى قاصرة على دول بعينها إنما زي ما بقول لحضراتكم إحنا النهاردة المستهدفنا على الأقل إن نجمع من إن شاء الله من الموسم المحلي خمسة مليون ويمكن هدفنا بإذن الله نطمح إنه يبقى أكتر من كده وده اتفاق مع وزارة المالية الاعتمادات المالية هتبقى بتصرف فورياً للفلاحين عشان أول ما يورد ياخد فلوسه على طول مباشرة وحيبقى دايماً في رقابة مشددة على الأسواق عشان نضمن إن ما فيش أي ارتفاع في الأسعار نفس الكلام للدرة لأن الدرة أحد المكونات الرئيسية إحنا عندنا الحمد لله تنوع شديد في استراض الدرة عشان نؤمن بالذات الدرة دايماً بيبقى داخل في العلف بتاع الدواجن واللحو عندنا النهاردة تنوع كبير إحنا النهاردة بإذن الله زي ما بقول إحنا على أعتاب شهر رمضان المبارك وبالتالي إحنا يمكن حنبدأ فوراً في اعتباراً من الإسبوع الجاي في معارض أهل رمضان لتوفير السلع بالأسواق بتخفضات وعروض كتيرة جداً ومميزة على كل السلع عندنا 250 شركة اتفقنا معاهم لتوفير كل حاجة أكتر من 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافس جمعيتي وبالإضافة طبعاً إلى القوافل المتنقلة الكبيرة ده كل ده إحنا بنتكلم على الدولة ده بالإضافة للجهد الكبير جداً اللي حتقوم به قوات المسلحة والشرطة في توفير أيضاً كل هذه السلع من خلال المعارض السبتة والقوافل المتنقلة فزي ما بقول لحضراتكم إحنا إن شاء الله الدولة هتفضل مستمرة في توفير كل السلع واستمرار إن يبقى عندنا دائماً الاحتياط الاستراتيجي من كل هذه السلع الرئيسية علشان ما يبقاش فيه أي أزمة بإذن الله في هذا الموضوع وبنتابع الحقيقة وده يمكن المهم اللي أنا بشدد عليه فيه متابعة يومية للسلع الغذائية في الأسواق وإن إحنا مش هنسمح بتخزين أو إخفاء أي سلع وأي نوع من الاحتكار أو الاحتيال أو التحايل في هذا الموضوع الدولة المصرية هتوجهه بكل الحسم والشدة أنا عايز أختم كلمتي إن إحنا الدولة المصرية وهنا دايماً أنا بقولها الدولة المصرية وليست الحكومة لأن الحكومة هي جزء من الشعب المصري الدولة المصرية بكل تواقفها إن شاء الله هنكون قادرين على تخطي الأزمة الراهنة وبإذن الله الدولة المصرية أثبتت مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات ومش فقط تحمل الصدمات ولكن الاستمرار في عملية التنمية طول الفترة الماضية واللي إن شاء الله هنكمله بإذن الله في الفترة الجاية واللي أنا يهمني يمكن هنا وبوجه بيها رسالة للمواطن المصري الدولة من خلال الحكومة بتبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطن وإنها نعم القصارى جهدنا لتأمين كل السلع على مستوى على مدار الساعة والفترات المستقبلية إنما أيضاً المواطن ليه دور؟ الدور إن إحنا إحنا شايفين الأزمة لازم يبقى فيه نوع من الوعي وترشيد الاستهلاك ودي نقطة مهمة جداً لازم ناخد بدنا منها يعني ما يبقاش عندنا أي تكالب على فكر تخزين أو كلام ده كله أو حتى مغالف الاستهلاك بتاعت السلع لإن كل ما حنقدر نطول فترات اللي موجود فيها الرصيد بتاعنا كل ما حنبقى إحنا كدولة قادرين على امتصاص أي أزمة وما نبقاش محتاجين إن إحنا نشتري سلع في هذه المرحلة بأسعارها المبالغ فيها اللي موجودة أنا فقط حبيت إن أنا أقول هذه المقدمة المهمة جداً واشرح لكل المواطنين إحنا بنعمل إيه كدولة وإن شاء الله كالتاني بأكد عليها توجهات سيادة الرئيس ومتابعته اليومية لنا كحكومة لكل مناحي الاقتصاد وكل الأنشطة المختلفة نخلينا كلنا فيه تنصيق كامل وبنتحرك في هذا الشأن وإن شاء الله بإذن الله مصر حتعبي على خير في هذه الفترة الدقيقة بإذن الله واسمحولي يمكن أنتقل لزملاء الوزراء وأترك لهم أيضاً الكلمة بصورة سريعة جداً ليشرحوا لحضراتكم سمحولي يبدأ بمعالي وزير المالية يمكن عشان برضو يقول لنا إحنا كدولة وكخزانة عامة يعني بنشتغل إزاي على تحمل أكبر قدر من الصدمات فيما يخص بعض السلع شكراً جزيلاً داوت الرئيس وأنا حابب أن أؤكد على مع أشارته حياتك من أنه الدولة المصرية والمالية العامة للدولة وموزنتها الحمد لله رب العالمين قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها زي ما تعاملنا مع أزمات كثيرة عدت علينا الفترة الماضية ويمكن كانت واضحة لكل شعبنا أزمة كورونا وكيف تعاملنا معاها أنا عاوز أقول بس على واقع يمكن العام الماضي زي دلوقتي في مارس وإحنا بنعد الموازنة العامة للدولة وبنعرض على فخامة السيد الرئيس وكان سألني سؤال أنا بتذكره كويس دلوقتي قال لي انت حاطت قدية احتياطي في الموازنة والتوله من 100-110 مليار جنيه قال لي لا أزوده 50% على الأقل لأنا عاوز أطمن المواطنين أنا فعلا زودناه والنهاردة 170 مليار جنيه احتياطي موجودين لما جاءت أزمة الأزمة الأوكرانية الروسية وقدت إلى ارتفاع أسعار الأمح وإحنا شوفنا يمكن إحنا لما عملنا الموازنة كنا بنتكلم أسعار الأمح المتاحة في الأسواق 250 دولار للطن النهاردة بنتكلم عادة 400 تابعاتها أيوة فيها تابعات طبعا تقدرتنا أنه ممكن يبقى فيه في بند الأمح زيادة 15 مليار جنيه لكن عندنا الاحتياطيات متوافرة الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمواد البترولية بنعمل مع وزارة البترول لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية وعندنا الاحتياطيات التي تمكننا من التعامل مع هذا اللي أنا عاوز أأكد عليه مرة تانية أن كل الاحتياجات بتاعة الدولة متوافرة الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع هذا الظرف زي ما تعاملت مع ظرف كورونا وتبعاته والحمد لله شهد العالم لمصر بأنها كانت قادرة على التعامل بطريقة مرنة وسليمة وإيجابية وحفظت من قلائل من دول العالم كانت بتنمو بمعدلات نمو إيجابية وحتى المواطن المصري المواطن المصري شهد للحكومة أنها كانت بتديرها بحكمة وبتديرها بطريقة سليمة جدا 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 وإن شاء الله بإذن الله هذه الأزمة هنستمر في هذا وهنتعامل معها عاوز أأكد للمواطن المصري أن المالية العامة للدولة والموازنة العامة للدولة تؤدي أداءا جيدا سمعنا أرقام معدلات نمو فقد كل التوقعات اللي قالت عليها المؤسسات الدولية حتى اللي احنا في تقديراتنا كنا عملنا لها الحمد لله وأعلنها وبنأكد على إن شاء الله نحقق معدلات نمو تفوق كل البؤشرات اللي كنا أعلن عليها وتعدي 6% أيضا المالية العامة سواء للدين سواء للعجس سواء للفايد الأولي بأكد بعد مرور 8 شهور من إعداد الموازنة العامة للدولة أو من تنفيذ الموازنة العامة للدولة إن الحمد لله مازلنا ماشيين وبنقدي وبنحقق نتائج جابية يعني إن شاء الله توقعاتنا ننزل نتحسن كتير كمان عن المؤشرات اللي احنا كنا حطينها لنفسنا في الموازنة العامة في تخفيض الدين وفي تخفيض العجس الكل وتحقيق فائد أولي فأنا بأكد على إن الحمد لله رب العالمين احنا قادرين على التعامل مع زي الأزمة ودارتها بحكمة زي ما عدنا قبل كده والاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا ويعني دي رسالة بأكد بيها كوزير مالية لكافة المواطنين شكرا جزيلا دوريس أولا زي ما حضرتك تفضلت وقلت كافة الأمور بالنسبة لهذه الأزمة وهستخدم نفس المثال اللي حضرتك استخدمته إن الحمد لله الدولة المصرية والحكومة بكافة أجهزتها استطاعت أمام الجميع أن تخرج من أزمة كورونا بطريقة جيدة وما كان ذلك يحدث إلا برؤية حقيقية لنمرة واحد دائما وفت الاحتياطات الاستراتيجية في السلع الأساسية نمرة اتنين مراعاة البعد الاجتماعي والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الأهلي وكافة الجهات حتى يمكن توفير كافة السلع لأهلنا والأكثر احتياجا بدرجة جيدة والنقطة اللي حددتها اكتفضلت بيها ومعالي وزير المالية برضو قالها هناك حدث مجتين من التضخم الموجة الأولنية بعد التعافي من كورونا وهدي مثال على الأمه كان بـ 250 دولار بعد التعافي بتاع كورونا اللي هو في أوائل العام المالي الحالي ابتدى يتحرك ووصل لـ 350 دولار يعني نقطة 100 دولار ثم في أعقاب أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدى يتحرك بطريقة غير منتظمة ووصل لـ 400 وفي بعض الأوقات ولم نشتري كما دولة رئيس الوزراء تفضل أنه وصل لـ 430 دولار وبالتالي احنا بنتكلم عن موجات ارتفاع أسعار غير مسبوقة حدث ذلك نتيجة أن روسيا وأوكرانيا بيمثلوا حوالي 32% من حجم الأقماح المتاحة للتصدير في العالم فده لما يحصل له هزة الجميع بيتأثر نفس العملية بتحصل في زيت العباد الشمس نتيجة أوكرانيا الوحدها بتمثل حوالي 30% من حجم التصدير في زيت عباد الشمس على مستوى العالم وبالتالي البديل بتاعه هو زيت الصوية على طول تلقائيا تم ارتفاعه دولة رئيس الوزراء فده قال أن البترول تلعى أرقام غير مسبوقة يعني كنا ما بنقول هيوصل لـ 100 دولار كنا بنستغرب وصل لـ 100 و125 وأكتر من ذلك يعني بمعنى صح محسوب على 60 وبقى 120 وده السبب أن أسعار المحلوقات في الخارج تضاعفت اللي كان بـ 1 و 1 من 10 يورو بقى بـ 2 و 1 من 10 يورو في أوروبا وأنا لسه شاهد عيان على ذلك النقطة بنقول ليه طب ليه بنقول الكلام ده بنقول الكلام ده لسبب دائما دولة رئيس الوزراء قال الجزء الأكبر من هذه الزيادات وهدي مثال في الأمح في العيش المدعم نحن نتحملها 100% الجزء في الزيت احنا تحملناه أكتر من 75% ولو قلت كان الزيت قبل تعافي كورونا كان بـ 740 دولار واللي عايز يراجع يراجع وصل النهارده أو قبل حتى الأزمة الأوكرانية لـ 1,470 دولار يعني تضرب في اتنين ولو احنا سمعين بعض الزيت عندنا ما تضعفش تمنوه الـ 17 ما بقتش 34 ولا الـ 21 بقت 42 احنا الـ 17 عملناها 20 والـ 21 عملناها 25 يعني احنا استوعبنا أكتر من 75% من الزيادة واستوعبناها لسبب أنه كان عندنا احتياطيات جايبينها بأصعاب معينة فما نستطيع أن نستوعبه ونحافظ على الاهتياط الاستراتيجي بنعمله جيدا السكر الحمد لله عندنا نوع من شبه اكتفاء ذاتي حوالي 87% من إنتاجنا من استهلاكنا بننتجه وفي نفس الوقت في الفترة اللي فاتت قبل أي ارتفاعات احنا استوردنا حوالي 100 ألف طن خام فبالتالي إن شاء الله السكر مؤمن وليس هناك فيه أي اهتمالات للزيادات بالنسبة للرز حضراتكم عارفين ارتفاع ذاتي ولكن لظروف معينة ارتفاع سعر الشعير فسوف نحاول أن نوفر كافة الكميات المطلوبة في شهر رمضان من الرز وإن شاء الله هتدخل الحكومة مع التجار وكذا بحيث أنه هيعرض بأقل من 10 جنيات أو 10 جنيات للكيلو وده هيبقى انفراجة جيدة جدا حتى أن احنا ما نبقاش عندنا أي نقص في المعروض دولة رئيس الوزراء قال ووجه والحمد لله خدنا قواعد الأوامر من المبارح والمحافظات في أهل رمضان سوف تبدأ من بعد محافظات في 15 و16 و17 من شهر مارس هتبقى كل المحافظات المتين شادر اللي موجودين في المحافظات زائد منافذ جمعيتي زائد منافذ الشركات الجملة زائد السلاسل اللي هي 2000 من منافذ السلاسل المشتركين معنا سيعرضوا كافة السلع الأساسية بأسعار جيدة جدا ومتناول الناس وان شاء الله وانا بقول ومسؤول عن الكلام ده هتبقى فيها تغفضات حتى في الحاجات الأساسية من 10 15% وفي بعض الحاجات هتوصل لـ 20 و25% هدي بس مثال للحمة انا هنعرض اشان اللحمة عالميا زادت والعلف زاد وكلام من انا بنعرض ثلاث أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة ومنتهى الصلاحية الهندي هينزل على 55 جنيه كيلو البرازيلي المجمد هينزل على 85 جنيه كيلو السوداني البدبوح في جمهورية مصر العربية سنحافظ عليه على 95 جنيه كيلو طبعا البلدي زاد وكذا إنما احنا بنقول هذه اللحوم سوف تكون مدوفرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والتحاد الدواجن هنزود من المعروض كذلك من الدواجن وإنها كتعاون كذلك مع المجتمع المدني وسواء مصر الخير أو بنك الطعام أو الأرمان أو كذا الجميع بيزعاون معنا وإن شاء الله توجهت دولة رئيس الوزراء إن احنا نزيد من كاراتين رمضان والبنات وكذا فإن شاء الله سأأتي علينا رمضان بتصرفات جيدة جدا والجميع سوف نعم بهذا الشهر الفضيل وبجد مش زار يعني احنا كلنا بنعمل عشان صالح المواطن شكرا فاندم خليني أخذ من كلمة سيادتك يعني الدولة في خلال الفترة اللي فاتت في قطاع الزراعة يمكن بذلت جهود خلال السبع سنين اللي فاتت جهود غير عادية وده اللي خلنا وقفين على أرض الواقع بقوة زي ما احنا متواجدين الآن كان يمكن لو زي ما سيادتك قلت كده أن مساحة الأمح زادت السنة ده أكثر من ربعمائة ألف فدان يعني بقينا أكثر من ثلاثة 18 مليون فدان ده نتيجة مشروعات التوسع الأفق اللي الدولة بتنفق عليها المليارات عشان تحقق قدر من الأمن الغذائي الكبير لشعب مصر العظيم فمشروع التوسع الأفقي ده مشروع كبير الدولة ويمكن في المرحلة الجاي إن شاء الله المساحات اللي بنعلن اللي الدولة بتعلن عنها يعني أكثر من مليون فدان أو 3 ونص مليون خلال ثلاث سنوات القادمة ده تحقق قدر كبير من الأمن الغذائي ونسبة كبيرة من هذه الأراضي ستكون للمحاصيل الاستراتيجية أيضا كمان يمكن الدولة بزل جود في مسألة استنباط الأصناف بدأت نسبة المحصول بتزيد وبالتالي دي زيادة من الإنتاجية أيضا دي مسألة سيادتك أشرت في محور العرض مسألة الصامع والساعات التخزينية يعني كنا بنتحدث في الماضي عن أهمية هذا المشروع وتبناته الدولة المصرية والقيادة السياسية ده ممكننا أن نتواجد ونقدر نخزن الأمح بهذا القدر الموجود نحن عندنا التلاتة والستة من عشر إن شاء الله متوقع ومن حسن حظ الدولة المصرية وتنوع المناخ فيها إن احنا هنبدأ حصادي للمحصول مع منتصف أبريل إن شاء الله يعني احنا عندنا متوقع حدود إنتاجية في حدود عشر مليون طن فزي ما سيادتك قلت احنا السنة اللي فاتت كنا حوالي ثلاثة ونص مليون طن يعني حتى الزيادة كمان اللي هي الرعمية ألف الدان يعني زي ما سيادتك التنصيق مع وزير التموين أن احنا نحط إجراءات ميسرة ونحفز هذا الأمر ونسهل على صغار المزارعين عملية استلام الأمح والدفع الفوري وتقريب نقاط الاستلام منهم تبقى قريبة منهم فنحط هذه الإجراءات وهنعلنها في خلال أيام زي ما سيادتك قلت وبالتالي اللي أنا برضو بطلب من زملائنا المزارعين أن الدولة المصرية والنجاح هي نجاح الدولة المصرية سواء الحكومة أو المجتمع فنحن كلنا في ظل هذه ظروف برضو بنطمع أن نحن نقدر نحقق الخمسة ونص أو حتى أكثر ما يزيد لأن نحن محتاجين وعندنا قدرات واسعات تخزينية تستوجب هذا الأمر وبالتالي لا يوجد خوف أن نحن العام وإن شاء الله نقدر ننوع الأسواق لكن دعني فكرة صغيرة على المحاصيل الأخرى المرتبطة بالدواجن والبيض واللحوم والأسماك يمكن برضو بفضل الجهود التي خديتها الدولة المصرية ومساعدة كل الأصحاب المنتجين الزراعيين الحمد لله بعيدا عن الأسعار عندنا اكتفاء ذاتي في الدواجن عندنا اكتفاء ذاتي في البيض عندنا اكتفاء ذاتي كبير في الألبان عندنا الأسماك وصلنا إلى درجة كبيرة منها برضو وفقا لتوجهات سيادتك ان احنا نحاول نوفر السلع موجودة نصقنا مع التحدي للدواجن وكبار المنتجين وان شاء الله مع معالي وزير التموين ومعالي وزير الصناع مع السلاسل ان احنا نقدر نقدم كميات مناسبة من هذه الأسعار وهي متوفرة اصلا لان احنا بنحق القدر من الكتفاء الذاتي كمان يمكن انا امس اجتماع مع الزملاء في وزارة الزراعة وعندنا منافذ وزارة الزراعة وعندنا سلع وكميات من السلع على مختلف الأنواع عندنا بيض ودواجن ولحوم ومنتجات الخضر والفكه وخلافه ان شاء الله المنافذ ستبقى موجود فيها السلع متوفرة بكميات مناسبة وبأسعار مناسبة جدا وهنطلقها فورا مع وزارة التموين والشبادر واتفاقتي معين بارح ان احنا هناخد اماكن في كل الجهات ونقدر ننشر هذه الكيميات فأعتقد ان بفضل الجهود خاصة في كمال اللحوم يمكن مشروع القوم اللي بتقول والمشروعات اللي بتاخد ها الدولة المصرية يمكن حقق قدر من التوازن ويمكن برضو يمكن عايز اأكد نقطة يمكن اشارت السيادتك اليها ان مسألة الصحيح في ارتفاع في اسعار المكونات لكن ارتفاع الاسعار اللي بتتحرك هو لا يتناس اقل بكتير من يعني زي ما السيادتك قلت اشعار الاسعار الاعلاف زادت من 40% النسبة الزيادة في بعض الاسعار الانواع او الاصناف المتأسرة بهذه الاعلاف اقل كتير فانشاء الله بنوعد الشعب المصري ان احنا بنقدم كل الدعم متواجدين على ارض الواقع وهنتابع هذا الامر بصورة مكسفة شكرا 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 دولة الرئيس لو تسمحوا ان انا عايز انوه ان احنا منذ بداية الازمة واحنا بشكل مستمر في تنصيق مع اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات كبار الموتيجين دايما مهتمين بالشراقة الموجودة ما بيننا كحكومة وقطاع خاص بحيث ان احنا نعمل على زيادة المعروض وان احنا نحاول بقدر الامكان ما يكون ش في اي نقص في السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية لو سمحتويا عايز انا نوه ان احنا النهاردة وده كان مخطط لي افتتحنا معرض كبير معرض القاهرة الدولي ومعرض القاهرة الدولي هو بيشمل جميع المنتجات المصرية ولكن هناك قاعة مخصصة بالكامل للصناعات الغذائية موجودة فيها كل المنتجات وده نتيجة التضافر ما بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص ومع وزارة التموين ان احنا حارسين على توفير كل السلع والمنتجات باسعار مناسبة جدا انا ممكن اخذ من سياق كلام دولة الرئيس هل قدرتنا على اكتياز هذه الازمة حنتذكر ازمة كورونا وانحنا كنا خلال هذه الازمة كنا بشكل يومي بنعرض السلع الاستراتيجية ومدى توفرها في الاسواق وفي نفس الوقت الاسعار بتاعتها واخدنا توجيه من دولة الرئيس ان احنا نبتدي في عرض بشكل يومي وبالتنسيق مع وزارة التموين جهاز حماية المستهلك ان احنا نعمل بشكل يومي تقرير عن جميع السلع وخاصة السلع الاستهلاكية والسلع الاستراتيجية ومتوسط اسعارها كل ده علشان نقدر نحافظ على القدر اللي موجود للمواطن وفي نفس الوقت نعمل اي اجراءات ان هي يعني تحد من اي ارتفاع للاسعار يكون ارتفاع الاسعار غير مبرر احنا باذن الله ان شاء الله قادرين على ان احنا حنعدي هذه الفترة وباذن الله برضو تزامنا مع معرض اهلا رمضان ان شاء الله برضو المنتجات هتكون موجودة وانا في هذه الحالة يعني بأسمن دور القطاع الخاص معنا لانه هم شريك معنا في كل الاجراءات اللي احنا بنعملها وان احنا الولايهم والاجتماعات المتواصلة معاهم سواء اتحاد الصناعات والغرف المتخصصة اتحاد الغرف التجارية وكبار المنتجين ما كناش نقدر كل احتياجاتنا بالعكس مش هيحصل نهائي ان احنا يحصل نقص في اي سلع من السلع وده بيبقى نتيجة التقريب اللي بيتم رفعها لنا بشكل مستمر اه ها واكد مرة اخرى باذن الله ان شاء الله احنا قادرين وبإذن الله احنا عدي هذه الفترة وكل سنة والطيبين شكرا شكرا دولة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم يمكن من 24 شهر مصر زي كل دول العالم توقفت فيها السياحة وكانت اكتر الدراسات تفاؤلا بتقول ان مصر ستصل اعداد السياحة بتاعتها في 2024 ولكن الحمد لله ادرنا بمنهجية علمية سليمة وبإجراءات هادئة ومتزنة اخير في 2021 لعدد لالي سياحية مقارب لعدد لالي سياحية في نفس الفترة في عام 2019 ودي فاقت كل توقعات الحمد لله ان شاء الله بإذن الله هنتغلب على الازمة الحالية طبعا احنا السؤئين الروسي والاوكراني هم سؤئين مهمين ولكن المقصد السياحي متنوع ولنا اسواق عديدة وبالفعل الحمد لله الاعداد حتى اليوم مطمئنة لان هناك دول عديدة نظرا لسبابين رئيسيين بالاضافة طبعا لصمعة مصر السياحية اولا اجراءاتنا في الكورونا على مدار سنتين طمنت الدول والحكومات ومنظيم الرحلات من مختلف الدول انها تبعت سائحية لمصر وكمان تعاملنا مع الازمة الحالية من احترام لكل السائحين من كل الدول اللي حالت ظروف الطيران دون عودتهم الى بلادهم ان حتى هذه اللحظة في اليوم الاربعتاشر ما فيش سايح ما قدرش يرجع بلده حط ايده في جيبه حتى هذه اللحظة القطاع الخاص السياحي تحمل اول اسبوع ومن يوم اتنين مارس بنتحمل احنا نفقات السائحين كلهم والعدد كان في البداية حوالي سبعتاشر الف اقامة كاملة في فنادق ثلاثة نجوم وعلى حسب معرفتي مش كثير من دول العالم عملت كده لكن ده احترام للسائحين وكمان بنتحمل مع وزارة المالية عودة السائحين الى بلادهم وده اجراء العالم كل اتكلم عليه وكبرى الصحف العالمية اشادت باحترام مصر لسائحيها وده اتوقع كله مردود ايجابي ان شاء الله على السياحة الفترة القادمة وبإذن الله عندنا مشروعات سياحية كثيرة سيتم افتتاحها في الاشهر القليلة القادمة ومشروعات متعثرة من سنوات سيتم افتتاحها في الفترة القليلة القادمة خاصة في ظل صدور قانون كان بيحلم بالقطاع السياحي المصري من خمسين سنة وقانون المنشآت الفندقية السياحية جديد اللي صدر هذا الاسبوع شكرا شكرا معلي الوزراء واسمحوا لي مرة اخرى ان انا اأكد شيء مهم جدا وهو مرة اخرى الدولة المصرية بكل مكوناتها القيادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص والمواطنين ان شاء الله احنا قادرين باذن الله على اكتياز هذه الازمة والاهم ان الثوابط هو انتصاص اكبر قدر من التدعيات السلبية علينا احنا كدولة في اطار قدراتنا وان يبقى الجزء اللي بنزله للمواطن يبقى اقل قدر ممكن من التأثير السلبي بالتأكيد الزيادات حصلت وتحصل نتيجة للظروف العالمية اللي احنا لسنا في منأة منها ولكن سوابتنا ان احنا لا ننقل المشكلة بكاملها على المواطن بالعكس تماما الدولة المصرية قادرة بالامكانيات اللي بيها الحمد لله الوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه قادرين على امتصاص اكبر قدر من هذه التدعيات وان شاء الله الفترة القادمة باذن الله تشهد تحسن في هذه الازمة وتكون ان شاء الله تنتهي على العالم كله اهم شيء زي ما بقول لحضراتكم احنا بنبذل قصارى جهدنا كحكومة ولكن مرة اخرى بشدد على كل مواطن ان احنا دورنا النهاردة هو موضوع ترشيد الاستهلاك في كل السلع والمنتجات عشان بقدر الامكان كل ما بنرشط كل ما ده بيدينا مساحة اطوأ في الاحتياج ان النزول للاسواق العالمية والحصول على اي سلع اخرى في اطار الاسعار الكبيرة اللي موجودة وباذن الله دائما ان شاء الله تحيا مصر تحيا مصر شكرا انا يا فترة شكريني تابعنا مع حضراتكم معتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث اكد ان مصر اثبتت قدرتها على تجاوز الصعوبات في ظل جائحة كورونا كما قال محمد بولي ان الازمة الاوكرانية دخلت يومها الرابع عشر وتسببت في اطراب سلاسل الامداد الامر الذي جعل العالم امام موجات تضخم كبيرة كما اشار مدبولي لان الازمة الاوكرانية تسببت في تأخر التعافي المنتظر بعد جائحة كورونا كما اشار رئيس مجلس الوزراء الى قفازات سعرية حادة في كل السلع الاستراتيجية بسبب الازمة الاوكرانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة